قلنا كده قالوا اطلعوا من البلد فاكرين في فترة توقف الدوري قبل كاس الأمم قبل كاس الأمم كان الشغل الشاغل يا جماعة عايزين نخلص الدوري بدري يا جماعة ما ينفعش كاس الدوري نأجل بعض المباريات لبعد كاس الأمم ده كتير ومهلكة للعيبة وللأندية لحتاخد فرص تستعد للموسم الجديد ولا تعمل صفقات خيزة وقلنا في إحراجات بداية الموسم وفترات القيد ودخلتنا في مشاكل كتيرة جدا يعني ربكت الجدول بشكل غير طبيعي وكنا هنا عملين نعرض حلول نقول خد الحل التنسي العبه واللعيبة الدوليين تخرج طب الأمدية تلعب بدون اللعيبة الدوليين لدرجة أن النادي اللي قالي أبدا استعداده اتحاد الكرة كان راسه ألف سيف لا وكان يبدو اتحاد الكرة السابق يبدو كما لو واقع فعلا تحت ضغط مش قادر يطلع منه احنا قلنا هنا في مالك وكتابة وقتها من الآخر لزي مالك مش عايز يلعب مطشات الدوري علشان فرجاني ساسي اللعب التونسي المحتر في صفوفه وقلنا زي مالك كل الهدف على ما يرجع ساسي من الإصابة على فكرة قلنا كمان وانت لا تدري ماذا سيحدث وقلنا يعني ما حدش بيضمن حاجة خالص يعني وقت ما قلنا انه الزي مالك كل ده عشان فرجاني ساسي اتهجمنا وانتقدنا وتقلق مش صح بعد مباراة السوبر اول امبارح رئيس نادي الزي مالك طلع وكشف عن سبب تمسك الزي مالك وقتها بعدم لعبة دوري نشوف اللي حصل اول امبارح بس لا هو امارات دلاردة عن اشتمات المحللين هو خطر في التشكيل طبعا يعني انا معهم في كل اللقلو وفيه لعبة لازم تريح ومنهم اوباما لازم يريح انا بقوله اتاني على الهواء لازم يريح ده مش اوباما اللي احنا عارفينه هل هو مجهد هل هو شبع كورة يعني ايا كان لكن لازم لابزة اوباما لازم يريح شوية ولازم يتقالف الجاني الساسي مش انت في الجاني الساسي اللي احنا اجدنا بطولة الدوري غيرت ما تخلص متوش تقود هيجي والاصابة بتاعتك تخيف منها ففيه لعبة محتاجة وقفة الحقيقة اللي محتاجه وقفة كورة المصرية ما هو يعني قعدوا يديروا يجملوا وبتاع الراجل مش دانت اللي اجلنا لك الدوري مخصوص ورباكنا الدنيا وهددنا مستقبل الكورة المصرية ومصلحة الكورة المصرية عشانك هو عايز يعني يكاد يقول له كده يعني لكن يعني لامتى لامتى يا اخوانا المعنيين بشؤون الكورة مش مهتمين بالكورة ايه اهتمامهم ايه مجال اهتمام الاتحاد السابق لكورة القدم كان وزلك دي رسالة ايضا للقائمين على شؤون الكورة الان مهم مشوها عدل عشان التاريخ يذكركم عدل بس مشوها عدل عشان التاريخ يذكركم عدل طبعا والتاريخ لا يرح ما هو التاريخ بي كده 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 الايام بتفصل نفسها كل شي بيكشف ويبا بيتفصل نفسها اه طيب ما تخلينا في المصلحة العامة طيب ما تخلينا في السوبر خلينا في السوبر طيب خلينا في السوبر وفرحته ودي المباراة اللي كانت اقرب لقاءة القمة في السنين الاخيرة تكرر مباراة الستة واحد بتاعت الفين وواحد جونيور اجيه المهاجم المبدع لما يلعب مش كراس حربة صريح تحس انه ده المهاجم التخيولي وراء سايلة كده المهاجم التخيولي هتلاقيه متحرك في كل مكان رأس الحربة اللي بيظهر فجأة هو اصل الناس يعني رسمت رأس الحربة على المقيم المقيم في المنطقة الثمنتاشر اللي بيطلع واشتعرف الصعطة ولكن هو دلوقتي الكرة كلها جاي من وراء الخطورة جاي من وراء حتى لما انت بتلعب بيكون الاطراف عايزة توصل للخطوط وتترجع الكرة الوراء عشان اي حد يقابلها النهاردة الماشاة ده تكرر كثيرا فماتش الاهلي بس كان التكدس مانع ان الكرة تصل بخطورة للعيب الاهلي الحقيقة جاي عمل ماتش كويس الفريق ككل عمل ماتش مش كويس عمل ماتش رائع يعني طيب تضحك لما تسمع بقى انه لا الزمالك مش الاهلي اللي كسب ده الزمالك اللي خسر ده كلام برضو يحتاج مراجعة احصائية يعني وفي حد ممكن يكسب حد من غير التاني ما يخسر حقول لكم احصائية احصائية بسيطة جدا شاملة للمباراة بكل ما فيها عملها لنا الدكتور عمر عبيد طيب ممكن قبل ما تعملها لاي ناس لدي اللي هتجاب على كل الكلام اللي هنقوله هو ليه انا بمجرد انتهت المباراة عادت اقلب بين المحطات وستودات التحليل اني اسمع كلمة تخص الاهلي القناتين المعنيتين بزاعة المباراة كان الشغل الشاغل هو زمالك ايه اللي خلاه خسر ولو كان في وقت كان يتعادل ولا لأ ولو كان عمليه ما كان يقدر يتعادل وكان ممكن يكسب استنى ان حد يقول لنا حاجتين هو حصل ايه في توزيع الجواز ونمر اتنين هو الاهلي عمل ايه ما فيش مبروك الاهلي حتى الا فين وفين طبعا زمالك خسر مش الاهلي اللي كسب دي غريبة غريبة جدا اولا هو بطل الدور بيلعب بطل الكيس اللي حط جن في نفسه اه ها ولا الاهلي جاب جن من ضربة جزاء الاهلي عمل ابداع في الشوت الاول و اه اه نصف الشوت التاني ايه لما تعور عنده اتنين لعبة بالمنطق كده فقل بالدفاع انت سحبت خط الوسط رجعته الزبط فتراجع الفريق ككل منطقية فجاءت ضربتين جزاء ما تحصلش كتير اللي يجي عليه ضربتين جزاء في المباراة فجاءت في المباراة دي طيب وكان له ضربة جزاء وقالين احكاية ان احنا هو بس يتحسب علينا على طول وضربات جزاء صحيحة وكل حاجة ما تكلمناش لكن احنا ليه ما بتحسبلناش ضربات الجزاء بتاعتنا أستاذ في رأيه لما عمى حقلي ولا مع اجدابي واحد يقول لك ايوة في السوبر يضاي عرب طولة وقال لك كان له ضربة جزاء كان لازم احتسبها وبرضه في المطش اللي انت حتسبت للمنافذ ضربتين جزاء ما ديتناش ضربة جزاء اوضح منهم طيب بس كان فيه ثقة الحياة برغم كل الكرة دي ممكن نتكلم عن الكرة دي الجنة التانية يقول لك اصل رمضان صبحي انا عايز الكرة يرجعلي بيها يا شوارب سنة التدافع كان متبادل متبادل لكن لان رمضان ارجع يا عم من اول لقطته مع شكبالا الكابتن كبير اللاعب الكبير كابتن شكبالا طيب هت لي عم بتحاول هي ليها اللاعبة الوحدها ليها لعبة الوحدها حتشوفها الوحدها طيب جيبها في لع liquide اه وجيبها بالراحة كده خلينا соверш ليه شكبالا حتت ايده في جنب اه رمضان ورمضان حتت ايده في جنب شكبال الأقوى قدر ياخدوا الكرة ده اللي أنا عايز أقوله فالكرة دي ما بتتحسبش اللي هو اللي فيها منافسة على الكرة ما فيهاش إزاء ما فيهاش فول ما فيهاش جذب ما فيهاش دفع كان فيه ثقة عند كتير من جمهير الأهل برغم كل النغمة اللي البعض حاول يصدرها ده أنت فكرتني بقى بحاجة صديقنا المشترك المهندس جمال موسى عضو النادي قبل الماتش انت خاف ليه بس يا باش مهندس تلاتة بإذن الله أنا محمد ابني قال لي تلاتة كده هاي بص هنا اهو ايد شيكابالا و ايد رمضان الاتنين فيه تزامن يعني لو جات لحظة وقفتها اهو شاف ايد شيكابالا فين هاي زق رمضان و رمضان قال لي تلاتة فجاي بقول لي شفته مش قلتلك قلت له طيب يا شيف اهو طريق حنفي ده مشجع هلاوي اخوز مين ماشتريف حنفي برضو قبل الماتش في المين اهو في التليفون وبيحلف هنكسب تلاتة لا اما ها يعني برضو فيه ناس عندها ثقة يعني اهو وده هو ده بطل الدورة يا جماعة ما هو الاهل بطل الدورة الزمالك بطل الكاس فلما يكون مباراة بهذا الحاج زمالك الناس شافت انه من المباراة الافريقية اللي لعبها يبدو عنده اكبر عدد من اللعيبة المهارية يبدو انه عايش نشوة وفرحة عنده مدرب جديد طب ما الاهل عنده العدد الاوفر من اللعيبة الموهوبة ايضا وعنده مدرب جديد وعنده طموح كبير جدا يتسق وشخصية الاهل عشان كده الاحصائية اللي انا هقولها لكم ده ابسط رد على من استحاقه من يعني خلي الاحصائية دي لان دي اللي هتحسم عايزت تقول ليه هو ليه بنقول المباراة ليست كالبطولة البطولة ليست كالبطولات انا قلتلك في بطل الدوري حيلاع بطل الكاس في ظل تغيير اجهزة فنية تمام بطل الكاس شفناه في اكتر من مباراة مع فرقته بطل الدوري جاء مدربا ما حدش عرف عنه حاجة لدرجة اصارت بعض القلق في البداية ولكن مع تقدم الامور والانباء التي كانت تأتي من الملعب ومن نادي الاهلي بدأت الناس تطمئن بعض الشيء شفناه في الخارج هو بيلعب فالناس اتطمنت اكتر شفناه وهو بيتعامل مع القوائم وبيريح مين وبيعمل مين فالناس قالت الله 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 شفنا اداءه بقى امام الجماهير دي كانت فرصة لأول قادي المباراة بتاعت افريقيا والجون الجميل اللي جابه صلاح محسن وطلع زينا دي هجمة اه مرتدة بعكس الشيط الاولاني كان فيه تكدس لان فرقة الالي بقت تضغط من تحت مش من قدها ايه فالعايز اقوله ان الجماهير عايز اتعرف عن الراجل دا وهو عايز يشوف الجماهير لايف بقى ايوة وصوتها وحماسها فكانت المباراة مهمة جدا 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 ليست ككل المباراة ليست ككل المباراة بالظروف دي كان الفوز بيها كان يعني الكثير الاهلي لان ما كانش ممكن الاهلي وهو بطل الدوري ما ياخدش بطل السوبر عشان يبقى بطل الابطال طيب معظم التحليلات هنتعرض لها لكن الاحصائية اللي انا بقولها لكم اللي عملها لنا الدكتور عمر عبيد بصوا الارقام والارقام لا تجزب زي ما بيقولوا التزديدات في اجمال الشوط الاول الاهلي له 17 تزديدة والزمالك له 7 طيب المحاولات على المرمى الاهلي 8 الزمالك 5 هل تتكلم عن الشوط الاولاني؟ التزديدات في الشوط الاول 12 مقابل 2 متخيلين ان في الشوط الاول الاهلي يسدد على مرمى الزمالك 12 شوطة مقابل 2 للزمالك في الشوط التاني 5 5 ادي الشوط اللي قالك الزمالك تسيد والاهلي تراجع الشوط متسويين فيه في الشوط التاني المحاولات على المرمى في الشوط الاول الرقم بقى اللي يزعل 6 1 شوط الاول محاولات الاهلي على مرمى الزمالك 6 محاولات الزمالك 1 التزددات من داخل المنطقة الاهلي عشرة والزمالك 5 طيب عدد فرص التهديف المؤكدة في المباراة الفرص الحقيقية الاهلي له 9 فرص الزمالك له 3 فرص الفرص مقسمة في الشوط الاول 7-0 شوفوا الشوط الاول حجم السيطرة كانت عاملة ازاي 7-0 7 فرص حقيقية للاهلي في الشوط الاول مقابل ولا فرصة للزمالك طبعا تقدر تشوفها في الشوط التاني السبعة بقى التسعة يعني فيه فرصتين للاهلي في الشوط التاني و3 فرص للزمالك دقة التمرير بالنسبة للناد الآلي 88% ولزمالك 83% نسبة اكتمال الهجمات بالنسبة للآلي 37% ولزمالك 22% دي احصائية مهمة جدا بس دي احصائية المبرأة كاملة يا أستاذ إبراهيك كاشفها اه مش الشوط الاول بس اه عندك الشوط الاول والشوط التاني لا انا عاج بقى الاجمالي الاجمالي هو اللي يعنين يعني الاجمالي التزددات 17 ل7 طيب حتى يعني بكل اذا كل احصائيات المبرأة لصالح مين والفرص التهدفية 9 3 كل احصائيات المبرأة لصالح مين الاهل اي جدارة ده من مطشط الاوليال على فكرة ان الاحصائيات تيجي بالشكل ده طيب ده كان له مردود في الصحافة مصريا وعربيا وعالميا نشوف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم هنى الاهلي على هذا التتويج وقال الاهلي بطل السوبر المصري فاس 3-2 على الزمالك بعد مباراة مثيرة الف مبروك للشياطين الحمر السوبر رقم 11 اهتمت الصحف والمواقع المغربية والتونسية نظرا لوجود لعيب عندنا جريدة المنتخب المغربية قالت سلاسي الزمالك المغربي خسروا رهان السوبر المصري والاحداث المغربية قالت الاهلي يحرم السلاسي المغربي للزمالك من السوبر المصري موقع اليوم 24 ألف غياب أزار وحضور بين شارئ وأنجم الاهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا للسوبر المصري في تونس إزاعة موزييك الـFM معلول يتوج بالسوبر المصري على حساب السياسي والنجاز موقع تونس الرقمية قال الاهلي يتوج بكاس السوبر المصري على حساب الزمالك بعد مباراة دراماتيكية الصباح نيوز قالت لقب جديد لمعلول الاهلي يتوج بالسوبر المصري الصريح أونلاين علي معلول يهزم النجاز وساسي ويتوج بالسوبر المصري تونسيا بريس قالت علي معلول يهزم مواطنيه النجاز وساسي في نهائي السوبر المصري مجالة كيك أوف الجنوب الأفريقية صلطت وضوء أيضا على هذه المباراة وقالت تقريرها بقى الأهلي يسقط ميتشو الزمالك لأنه ميتشو كان بيدرب في جنوب أفريقيا وكان عنده مشي بمشاكل كتيرة من هناك التقرير وصف مباراة الصور بأنها كانت مسيرة طيب دي الصحافة العربية هو ده ما قال له معنا يا أستاذ إبراهيم مهمة جدا حجم الاهتمام بالدوري المصري وخصوصا هذا الديربي الأهلي وزمالك وكيف لا وهما يمثلان يعني أهم الأندية الإفريقية الأهلي هو نادي القرن وهو المتصدر بفارق بعيد جنوب الذي يليه في الترتيب وأيضا شعبية الناديين شعبية الناديين داخل وخارج مصر عشان كده الكلمة اللي قالها المونس عادل في البداية خالص ما ينفعش في التتويج والمراسم يكون مظهرنا ومنظرنا بالشكل ده قد على قدر المكاناتنا والمس بره بتتفرج علينا والشعوب العربية والإعلام العربي مترقب وبيشوف لعيبته بالمناسبة مروان محسن ألف سلام عليه الأشعة أثباتت حاجته للجراحة غدا بكرة جراحة عاجلة للمروان محسن في عظمة الوش هيغيب على أثارها خمس أسابيع عن الملاعب نتمنى له العودة سليما إن شاء الله المؤمن المنصب ده مش عايزة من أخشى كل ما الراجل يرجع ويتقلق يعني التمريرة بالدوران اللي عملها النهاردة ده الناس كلها طلعة حاسة أن الراجل ده لأ ده عنده كرة عالية قوي لو كان كامل كان ممكن يعني ألف سلامة مروان محسن بكرة الجراحة والغياب عن الملاعب خمس أسابيع إن شاء الله يرجع بألف سلامة طيب الصحف المصرية بقى بعد السوبر مهندس عادلي أشار النجوزئية ولا حد يتكلم على انتهاك السلوك الرياضي محدش ينزعج ودي المصيبة بجد محدش ينزعج إنه فيه مبادئ الرياضية بتخترق وتنتهك ومحدش مدايق محدش زعلان محدش علق خالص هقرلكم كل العنوين محدش أشار لمبدأ هز مصر سنة الثمانية وعشرين هزها وأفقد المنتخب واحد مش واحد أهم لأعب لدورة أولمبية لدورة أولمبية عشان النادي الأهل أوقفه بسبب نفس السلوك اللي حصل يوم الجمعة والجرائد بتاعتنا ولا شافت حاجة والدليل أهو الأهرام قال الأهل بطل الصبر بجدارة فاز على الزمالك 3-2 بعد مباراة مثيرة وقال الشياطين الحمر يفوزون على الزمالك 3-2 في لقاء اللي خايف يروح فيلر المفاجأة تلعب برأس الزئب ميتش وترك بصمته بسلسية الميسة قالت إيه اللي حصل الأهل البطل بعد الفوز على الزمالك 3-2 مجلة الأهل أصدرت عددا خاصا لهذه المناسبة الفرسان الحمر سوبر طول العمر وحديث عن تفاصيل وكواليس ما حدث في السوبر الميسة قالت كالعادة الأهل السوبر زيادة الأحمر تقدم بالثلاثة والزمالك فشل في التعادل أخبار الرياضة الأهل دايما سوبر مؤمن صاحب الاحتفالية في برج العرب فيلر نجح في تحدي أجيه والسلاثية ضاعت بالأخطاء الدفاعية الأخبار المسائي الأهل السوبر مصر الأحمر يفوز على الزمالك بسلاثية في لقاء الإثارة والندية وقالت الأخبار المسائي الأهل ثريستيكلاس والخبراء قالوا فيلر نجح بامتياز وعلامات استفهام على ميتشو اليوم السابع الأهل السوبر الأخبار الأهل فرحة وحفلة والزمالك صمت وصدمة ليلة السوبر حمراء وفايلر بيقول أحرزنا اللقب بجدارة أيضا المساء قالت فيلر بيقول جمهور الأهل يستحق الفرح دي شفتوا حضراتكم محدش يتكلم على الهرام المسائي لو اخترت منشط هجبني في كل دول الأهل السوبر فزعت زمالك ثلاثة اتنين وقدم ستين دقيقة للمتعة أجايه يهزم الوينشي بالسرعة والشحات يهز الشباك وفايلر تفوق على ميتشو في خمس معارك داخل ملعب هو الأقرب إلى توصيف ما حدث في المباراة ترجمة نانسي قنقر